تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة التي نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا أدت إلى إصابة زعيم جبهة النصر فرع القاعدة في سوريا أبو محمد جولاني ودخوله في حالة غيبوبة ونقلت وكالة نوفو سيتي اليوم عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي نفذ ضربة دقيقة بعد تلقيه معلومات استخباراتية أدت إلى قتل عدد من قيادات النصر وإصابة زعيمها أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن سلاح الجو التابع لقواتها تمكن من تدمير أكبر مستودع لجبهة النصر تحت الأرض في إدلب حيث تخزن أكثر من ألف طن من الذخيرة ولم توضح الوزارة ما إذا تم ذلك خلال ضربة جديدة وجهتها للنصر أم أنه حصل في ذات الضربة التي أصيب فيها زعيم النصر تحتضن موسكو اليوم قمة تاريخية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتوقع أن تركز القمة على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية من بينها أيضا الملف السوري وغيره لقي ثمانية وثلاثون مسلحا من تنظيم داعش مصرعهم أمس بينما خسرت قوات سوريا الديمقراطية ستة من مقاثلها في المعارك الدائرة بين الطرفين في مدينة الرقة من جهتها قالت شبكة سور نيوز الإخبارية المحلية إن طائرات قوات التحالف الدولي استهدفت يوم الثلاثاء الماضي حديقة في حي البدو مانا إلى قتل عشرين مقاتلا وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح بالغة الخطورة أعلنت القوات العراقية يوم الخميس أنها حررت وسط الحويجة أحد آخر معقلين لتنظيم داعش في العراق مؤكدة أنها مستمرة في التقدم من أجل تحرير باقي الأحياء وتعد هذه المدينة أحد آخر معاقل داعش في العراق بعدما تم طردهم في الأشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يحتلونها اتهمت منظمة العفو الدولية أمنيستي دول الاتحاد الأوروبي بتعريض أرواح آلاف من طالبي اللجوء الأفغان للخطر بعدتهم قصرا إلى بلدهم الغارق في الفوضى والعنف وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أن نحو 9500 أفغاني أعيد قصرا إلى بلدهم جوا في عام 2016 بعدما رفضت الدول الأوروبية التي رحلتهم طلبات اللجوء التي تقدموا بها خلصت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعملون خلال الليل تزداد لديهم خطورة الإصابة بالبدانة بنسبة 35% وشرت الدراسة إلى أن نوبات العمل الليلية تعرقل إفراز المخ لهرمون ميلاتونين بالإضافة إلى الإضرار بعملية الأيض في الجسم نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر